لو ناوي تسافر أو تصيف في مكان بعيد لك عندي هديتين مهمين جداً لابد إنك تعرفهم قبل الصفر جاهز شنطتك وتعالى تابع كده معنا للنهاي السلام عليكم ورحمة الله مع الصيف بقى الناس بتبدأ تنتقل من بلد لبلد أو بتروح مصيف أو نحو ذلك وعايز يصلي فأنا بقول لحضرتك الشرع الحنيف أعطاك رخصتين وهديتين في الصلاة بالنسبة للمسافر ركز كده كويس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الهدية الأولى وهي قصر الصلاة الربعية أنت عندك ثلاث فرائد بتصليهم أربع ركعات صلاة الظهر والعصر والعشاء دول في الصفر لما تسافر وتطلع بره حدود بلدك يجوز لك مدوم تمسافر وناوي الصفر إنك تصليهم ركعتين بدل أربعة قال الله تعالى في كتابه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا صاحبك اللي قعد معك دلوقتي حيقول بس ربنا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإحنا دلوقتي في أمان نفس السؤال ده سأل سيدنا عمر بن الخطاب لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي تلك رخصة الرخصة الله لكم فاقبلوا رخصته والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أي فرائضه يبقى إذن يجوز لك أيها المسافر إنك تقصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر يعني صارت أربعة وبقيت في الصفر يعني استقرت في الصفر على ركعتين فقط ده كده أمر مهم طب أبدأ من إمتى القصر من أول خروجك من حدود البلد التي تقيم فيها أول ما تخرج من حدود البلد يجوز لك أن تبدأ قصر الصلاة طب المسافة قد إيه علشان يطلق عليه صفر اختلف العلماء على أراء قد كده لكن الراجح كل ما يطلق عليه صفر يجوز في قصر الصلاة سواء كان كبيرا أو قليلا أهم حاجة العرف بيقول والعادة بتقول والناس بتقول إن ده صفر يعني اللي خارج مثلا من إسكندرية المطروح بيقول أنا مسافر اللي طالع من إسكندرية للقاهرة بيقول أنا مسافر لكن لو كان مسافة قليلة الناس ما بتقولش عليها صفر يبقى لا يجوز فيها القصر واحد تاني حيسأل سؤال طب أقصر كم يوم طول ما حضرتك ما نوتش الإقامة في البلد اللي حضرتك ريحها يبقى اسمك مسافر ويجوز لك قصر الصلاة الربعية من أربعة لاتنين طب أنه مسافة اللي يجوز لي القصر فيها حقول لحضرتك فيه أراء قد كده في الموضوع ده يعني حتلاقي علماء قالوا يجوز القصر في الصفر اللي تبلغ مسافته خمسة وتمانين كيلو متر فما فوق وناس تانيين إذا كان الصفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها يعني حوالي برضو حيدخل في التمانين كيلو ناس تانيين قالوا الصفر كل ما يطلق عليه صفر يجوز في القصر العملية ترجع للعرف والعادة أيا كان الأراء اللي حناخد بيها ناس رجحت الرأي اللي قال خمسة وتمانين كيلو ناس تاني رجحت الرأي اللي قال حنرجع للعرف والعادة هقول لي حضرتك سواء كان ده أو ده معروف إن احنا لا نقصر إلا إذا كان المشوار اللي احنا رايحينه يطلق عليه صفر في العرف والعادة بالفعل وكان المسافة فيه مسافة كبيرة تقريبا بتزيد عن التمانين كيلو أو الخمسة وتمانين كيلو واحد تاني حيسألني يقول لي طب افترض إن أنا مسافر بس دخلت المسجد بتاع أهل المكان وصلت وراهم صلت وراء المقيمين أهل البلد هل أنا هنا أقصر ولا أتم صلاتي أربع ركعات طبعا ما فيش كلام تتم صلاتك أربع ركعات مدام أنت مسافر بتصلي خلف المقيم يبقى يجب عليك إتمام الصلاة أربع ركعات طب لو مقيم بيصلي ورا مسافر المسافر حيصلي الصلاة الربعية اتنين والمقيم يقوم يكمل صلاته أربع ركعات ما فيه شي مشكل ده الهدية الأولى للمسافر أما الهدية التانية بقى اللي أعطاه الشرع للمسافر فهي الجمع بين الصلاطين يعني إيه الجمعة بين الصلاطين يعني تجمع بين أربع فرائد ملهمش خامس بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء يعني إما جمعة تقديم يعني إما جمعة تأخير جمعة تقديم إنك تصلي العصر في وقت الظهر وتصلي العشاء في وقت المغرب أما جمعة تأخير فإنك تأخر الظهر إلى وقت العصر وتأخر المغرب إلى وقت العشاء ده اسمه جمعة تقديم وده اسمه جمعة تأخير وكلاهما جائز عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وعن أصحابه أنهم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الظهر مع العصر إذا كان على ظهر سير يعني إذا كان مسافرا ويصل المغرب مع العشاء إذا كان مسافرا دي كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ورخصة الإسلام للمسافر بين قصر الصلاة من أربعة إلى ركعتين وبين جمع الصلوات الأربع ظهر وعصر ومغرب وعشاء في حالة الصفر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يتقبل منا ومنكم والسلام